السلام عليكم كنتمنى انكم تكونوا بخير على خير هذا الفيديو خاص بالتلاميذ لليلين هات سنة هادي باك اللي بروحت التلاميذ ديال التانية باكالوريا بغيتوا تكتبوا بخوديكسيو ايكريت وبالضبط بغيتوا تستعملوا لبلون سامبل هذا الفيديو غادي نعطاكم فيه واحد المقدمة اللي غادي تساعدكم وغادي تهنيكم باش ضمنوا النقطة ديالها في الفرض او في الانتحان الجوي قبل ما نبدأ دائما كنتمنى انكم تخليوا لي دعوة الاب ديالي بالرحمة والمغفرة ومع جميع الاباء والامهات المسلمين ونبدأ وعلى بركة الله المواضيع ديال حيات متعددين بحال الاختلاف والتعدد ديال البشرية او النفي هنا كنديرو السيجي ديالنا والاسم ديال الموضوع ديال يعني مثلا هنا هنديرو مثلا الارجان هو موضوع اللي هو مهم تخيطيض اللي تم المناقشة ديالو فيه هنا غادي تعزلو فقط اسم تاع الريواية واحدة واجدك الموضوع تناقش في كونديد ولا في إلي التيتون في وان فيو كوبل أورو ولا في لبير غورو يعني هاد المقدمة صالحة للريوايات بثلاثة اي موضوع تعطالك وانت عارف الرواية اللي تناقش فيها ذاك الموضوع غادي تكتب الاسم ديال رواية واحدة فقط هندرتوم ليكم بثلاثة مينتو ما غادي تعزلو رواية واحدة ديالغ ساعتن واحد الفئة كتشوف انه وقنديرو ديكلاتيز اللي اعطاوني ديكل الفكرة اللي اعطاوني في البرودكسي ويكريد هاللي كنديرها فلاتيز دوت خوصو بوز واحد الفئة اخرى كتعارضهم الرأي الوغر لاكل دي دو بوين دو بوين دو بوين دفنده اذا اشنا هي وجهات النظر اللي خستنا ندفعوا عليها اينا وحدة فيهم واش وجهات النظر اللولى المؤيدة ولا وجهات النظر ديال فئة المعارضة هادي لانتخو ديكسيون خاصة بل بلان سامبل ماشي بل بلان دياليكتيك الى بغيتو ديالي بلان دياليكتيك نحط لكم تعييف القريب العاجل الى اللقاء الى فيديو مقبل ان شاء الله الى عجبك لاذي ديو حسيت براسك سافتي منو ما تنساش تابونه فلاشين ودفع عن زر الجرس باش يبقى يوصلك اي جديد وما تنساش خليوا لي التساؤلات ديالكم والاقتراحات ديالكم بالخصوص ديال اي حاجة تاجتها او المحتوى ديال فيديوهات المقبلة والى اللقاء الى فيديو مقبل ان شاء الله